يعرض برنامج جديد على شاشة التلفاز بعنوان الخط الأزرق فكرة هذا البرنامج هي تجهيز غرفة خاصة تخيلوا أن هذه هي الغرفة وتنظرون إليها من الأعلى وهذا باب الغرفة ويكون خارج الغرفة مئة عالم منطق ويجب أن يجلس العلماء في هذه الغرفة ويشكل دائرة هكذا ويقول مقدم البرنامج للعلماء قبل دخولهم الغرفة أمرين الأول يوجد خط أزرق على جبين عالم واحد على الأقل ويوجد خط على جبين جميع العلماء ولكن لا يعلم كل عالم ما لون الخط المرسوم على جبينه والأمر الثاني أنه عندما يستنتج أي عالم أن لون الخط المرسوم على جبينه أزرق يجب أن يخرج ذلك العالم من الغرفة جميع العلماء خارج الغرفة وأعينهم معصوبة ويوجد خط بلون معين على جبين كل عالم هذا يعني أنهم لا يعلمون ما لون الخط المرسوم على جبينهم ثم يدخل العلماء إلى الغرفة ويجلس كل عالم على كرسي بحيث يشكلون دائرة كهذه ويستطيعون النظر إلى بعضهم وتكون أضواء الغرفة مطفئة ثم يضيء مقدم البرنامج الغرفة ويستطيع عندها العلماء النظر إلى بعضهم مع العلم أنه لا يوجد أي مرايا في الغرفة افترضوا أنكم هذا الشخص هنا وعند إضاءة الغرفة تستطيعون النظر إلى بقية الأشخاص في الغرفة وتحديد إن كان هناك أي شخص لديه خط أزرق على جبينه ولكنكم لا تستطيعون رؤية أنفسكم وبالتالي لا تستطيعون تحديد لون الخط على جبينكم ثم يقوم المقدم بإطفاء الأضواء مرة أخرى ويجب أن يغادر الغرفة كل عالم استنتج أن لون الخط على جبينه أزرق مثلاً بعد أن دخلتم الغرفة استنتجتم أن لون الخط على جبينكم أزرق ثم أطفأ المقدم الأضواء مرة أخرى يجب أن تخرجوا قبل إضاءة الغرفة مرة أخرى وبالتالي عندما تضاء الغرفة مرة أخرى يجب أن تكونوا خارج الغرفة أي أن عدد الأشخاص في الغرفة أصبح تسعة وتسعين شخصاً تذكروا أن جميع الأشخاص في الغرفة علماء منطق ماهرون في التحليل والمنطق وكل شخص يعلم أن جميع الأشخاص الآخرين أيضاً علماء مثله إذا كان لون الخط على جبين جميع العلماء أزرق ماذا سيحدث؟ تذكروا أنه يجب على أي عالم يستنتج أن لون الخط على جبينه أزرق أن يغادر الغرفة وكان لون الخط على جبين جميع العلماء أزرق ماذا سيحدث عندما يدخل العلماء إلى الغرفة أول مرة؟ افترضوا أنكم أحد هؤلاء العلماء مثلاً أنتم هذا الشخص وعندما تضاء الغرفة ستلاحظون أن لون الخط على جبين جميع العلماء الآخرين أزرق وستحاولون استنتاج لون الخط على جبينكم ثم تطفئ الأضواء مرة أخرى ولم تتمكنوا من معرفة لون الخط على جبينكم ثم تضاء الغرفة مرة أخرى وربما يكون أحد العلماء غادر الغرفة وربما لم يغادر أحد ثم رأيتم 99 شخصاً مرة أخرى وسيتكرر هذا الأمر إلى أن يحصل شيء ما والسؤال هو ماذا سيحدث؟ ومتى؟ ولماذا؟ حاولوا حل هذا السؤال بأنفسكم سأعطيكم تلميحاً قد يفيدكم في حله وهو ماذا يحدث إذا كان عدد العلماء أقل من 100؟ كان عدد العلماء في هذا المثال 100 عالم ولكن إذا كان العدد أقل سيكون حل السؤال أسهل عليكم سنحاول في الدرس القادم حله معاً